السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين اي يا رابي الجنوب خير النهاردة احضر معيكم الصحور نعمل اكلات كده سريعة وسهلة ان شاء الله تاخدوا منها اي افكار وتجربوها تعجبك قوي طعمها حلو ومشبعة مش هتاخد وقت خالص يلا فينا نشوف الطريقة تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة بلسه مش مشتركين وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد اول حاجة عندي اربع بيضات او على حسب بقى عدد الافراد اللي هتاكل هحط عليهم روشة ملح ورشة من الفلفل الاسود وعندي معلاء كبيرة مليانة هرمية من الجبنة الفيدا اي نوع جبنة بتحبوه وبعدين اقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه مش شرط الجبنة تتهرس يعني قوي لايه بس تتوزع كويس في البيض وتتقلب كويس وخلاص خلاص كده تمام عندي بقى هنا البطاطسية كبيرة قطعتها مكعبات ومتحمرة وعندي فلفلية رومي وطماطمية وبصريز وغننة جدا 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 ممكن تستغنوا عنها ممكن تزودوا اي نوع خضور تحبوه ممكن تحطوا بقدونس متقطع اي حاجة حابين تتحطوها في الوصفة دي عادي تتحطى فيش مشكلة اقلب بقى الكلام ده بس البطاطسية اهم حاجة تكون متحمرة لانها بتاخدش وقت ولا سوا خالص اقلبهم كلهم مع بعض وتأكد بقى ان كله كده اي اختلط مع بعض عندي بقى صانية انا هسويها في الفرن على بقى ما تستوي بتاخدش 10 دقائق ربا ساعة كتير جدا على بقى ما تستوي اكون حضرت بقية الصحور حابين تسويها البوتاجات من فوق هتحطوها في طاسة مدهونة دهنة زيت وضغطوها وعلى نار هادية لحد ما تستوي انا ريحت دماغي وهعطيتها في صانية صغيرة وهدخلها اي على الشبكة في الفرن واي ده الفرن يعني اي درجة متوسطة كده مش عالي ومش هادية ماخدش وقت خالص روباي ساعة ويكون خلاص استعمل هجهز بقى الصنف اللي بعد كده وهو صلاتة الجبنة جربوها برضه تعجبكوا قوي قوي ومش شرطة تعمله زي ما انا عاملة بالضبط يعني الاصنف اللي انا عاملاها مع بعضها لأ ممكن تاخدوا فكرة مثلا نوع تجربوه يعني تاخدوا مثلا فكرة صلاتة الجبنة تجربوها مع اكلات تانية ممكن البطاطس بالبيض الاولانية دي برضو تجربوها مع حاجات تانية يعني انا بديكوا افكار واللي حبيب بيجرب اي وصفة يجربها مع الاكل اللي بيحبها عندي هنا خيارتين قطعتهم مكعبات صغننة جدا على قد ما اقدر يعني ممكن نبشرهم بالمبشرة عادي بس يعني انا بيتبقى حلوة كل حاجة بس بحيث انها بيتنزل مية ايه في الجبنة فانا حبيتها تكون قطع صغننة جدا عشان خاطر تتغمس كده بلايش يبقى طعمها حلوة ما تبقاش فيها مية فلفل اخدر رومي برضو مقطعه اي خضار بقى يعني الحاجة برضو اللي حابين تحطوها صارتت الجنة بتاخد اي حاجة انا بحط فيها خيار وفلفل وبحط فيها طماطم كل ده متقطع مكعبات ايه صغير ممكن نزود جزر ممكن نزود فلفل الوان عادي بقى كل واحد دي على حسب رغبته وحسب المتاح برضو في البيت يعني اهم حاجة ان احنا يعني ندخل خضار كتير في الاكل عشان خاطر العطش وكده ويبقى مغزي وحلو عندي بقى هنا الجبنة ينوع جبنة فيتا بتحبه برضو حطيت عليها معلقتين كبار كده من الزيت زيت دورة عادي ممكن تحطو زيت زيتون فيش مشكلة حطيت بقى معلقتين كبار من الطحينة الخام تديها طعم حلوة قوي قوي وعلى فكرة ممكن تعملوا بقى الوصفة دي بتجبنة القريش تكون فضيعة معلقتين زيت زيتون كده تبقى حاجة صحية وحلوة قوي نازل عليها بقى كل الخضار عندك بقى نعناع مقات حايتين تحطو جزر اي حاجة بقى انا استكفيت بالخضار اللي انا حطيته ده اقلبهم مع بعض كويس قوي تحينها بتديها طعم مميز جدا جربوها بالذات كمان لو تجبنا قريش بتخليها حلوة قوي اقلبها كويس جدا ما بحطش عليها ولا ملح ولا بغرات ولا اي حاجة خاطس حطيتها في الطبق كده وحزوقها بس على الوش برشة كمون بسيطة جدا ورشة بابريكا عشان يبقى بس شكلها اي حلو انتو عارفين العين بتاكل قبل البقى فلازم برضو الحاجة يبقى شكلها حلو حطيت معلقة زيت كده على الوش وكده بقى النوع الثاني جاهز معايا عندي بقى كسفول من اللامدة المسافة البيت وحسيب لكم اللينج بتاعه في صندوق الوصف ومعاك زادة الدقة الجمدة اللي هي معايا طول شهر رمضان توفر عليه كتير جدا اللي ما شافش الفيديو هي عبارة عن فلفل اخدر واحمر وشويه التوم وخل ولمون وملح وكمون وكسبرة وكل ده ندرب قويس جدا مع شوية مية في الخلاط ملحها ما بيكونش مزبوط قوي فانا بزود شوية ملح صغيرين بعد ما بحط معلقتين حيوين كده من الدقة وحط معلقتين برضو طحينة وشوية زيت دراء وكل ده كده على البارد واحصل بقى نصف اللامونة ده طبق فول سريع وسهل كده وبالشوكة بقى اقلبه وهرسه شوية كده وخلاص بقى كده جاهز معي هروح يدوب بس هسخنه على البوتاجاز لحد ما يسخن وخلاص وبقى كده جاهز معي اخر حاجة هحضرها بقى مشروب حلو قوي قوي ده زبادي باللبن والعسل حاجة كده وهم يا جماعة مشروب ده طعم حلو قوي وبيرطب جدا جدا في المعدة كده احلى من الرايب يعني ده طعم حلو وحيعجبكو قوي تحسوا نواه بيتشرب ساقع وحلو كده وبيرطب بعد الصحور وتغيير عن احنا ناكل الزبادي كده على طول عبارة عن ايه باع كوباية كبيرة مليانة من ايه كوباية الميا دي من الحليب يكون ساقع حاطيت عليه طاقين الزبادي اللي شفتو ده انا عاملاه في البيت هو بمقام علبتين الزبادي من السوبر ماركت يعني ممكن تحطوا علبتين الزبادي عاديين من بتاع السوبر ماركت وزودت كوباية ميا عشان يبقى خفيف لو حابين تحطوا كوبايتين حليب براحتكم وحليت بقى بشوية عسل نحل وحضرب كل الكلام ده بالهند بلندر شفتوا سهل ازاي بس طعموا حلو قوي قوي وهيعجبكو وجمال لو في ولاد صغيرين هيحبوه اوي ومغزي الزبادي وحليب وعصر ابيض فمغزي وطعمه حلو دربته كويس عندي بقى كوبايت او كده بيكون خفيف اوي لما بحط الكمية نصها لبن ونصها ميا بس عادي لوحة بينت حطوا كله لبن مفيش مشكلة الحمده الله ترعت الكمية مظبوطة بالتمام وقادي خلاص الفول سخن شفتوا كل حاجة خلصت مخدتش ربع ساعة لو مشيت كده بالترتيب كل حاجة بتخلص وقت واحد قادي الفول بجد الفول بالطريقة بتاع التتميز اللي انا مدمسا بيها ديها يعجبكو قوي هسيبلكو اللينك بتاعها في سندول وصف وكده خلاص خلصت الصحور في ربع ساعة قادي الجبنة الصلطة انا مزوقها بالفلفل ده جماعة كده انا مش هنأكله يعني عشان العطش وكده وقادي الفول برضو حطيت عادي رشة بابريكا الغنونة كده وقادي طاجن البطاطس بالبيض والخضار طعمه طحفه ورحته تجن نجربوه ومشروب بقى الزبادي بالعسل وخلاص ده كده كانوا الصحور بتاعنا وشوية خاصة كبوتشا مع خيار والعيش البلدي بتاعنا الجميل ده جربو الصحور ده هيعجبكو قوي رب الفيديو يكون عجبكو وتنسوش بقى اللايك واشتركو في القناة واستنوني بكرا فيديو جديد مع السلامة باي باي ترجمة نانسي قنقر